تطور لافت استهداف فندق يقتله صحفيون الآن نتابع هذه الصور المباشرة التي توضح آثار الدمار الذي حلى بهذا الفندق وذبته كبيرة وتشيب الفعل عن استهداف مباشر لفندق يقيم فيه صحفيون في منطقة حصبية حصبية يصححون الآن حصبية بدأنا طبعا نتعرف وندخل على المناطق اللبنانية بهذا التفصيل نشاهد هذه الصور المباشرة وهو كما نقلت مراسلة الحدث لفندق في حصبية يستهدف صحفيين لا ندري أما فقط الاستهداف للفندق لشخصية ما أو هو للصحفيين لا ندري حتى الآن في انتظار هذه المعلومات وكذلك بطبيعة الصحفيين الذين يعملونها لهم لمحطات محددة لها أي دلالات الأنباء الأولية تشير الآن عن سقوط ثلاثة صحفيين يقيمون في هذا الفندق الذي تم استهدافه في منطقة حصبية في الغارة الإسرائيلية قبل قليل الحديث طبعا عن ثلاثة صحفيين حتى الآن سقطوا جراء هذه الغارة وكذلك أيضا أشارت مراسلة الحدث إلى عدد من الجرحى في هذه الإصابة